السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر وورزون من نزولها في عام 2003 نجحت لعبة كولوف ديوتي انها تصير افضل لعبة فيرس بيرسون شوتر على مستوى المبيعات و مستوى قاعدة اللاعبين المتزايدة مع كل اصدار لعبة بلشت في محاولة من شركة اكتيفيجين عشان انها ترد على لعبة اي 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 مدلوف اونر اللي كانت وقتها فعليا اللعبة الوحيدة ضمن العاب الفيرس بيرسون القوية والناجحة اللي بلشت محاولة صغيرة بس هيها زي ما نشوف الان صارت اسم ضخم ومهول وفعليا يمكن كل العاب الفيرس بيرسون مش قادرة انها تحقق النجاح اللي عم بتحققه مع كل سنة بتنزل نسخها فيها زي ما نشوف حتى مبدئيا عملية الاستحواذ اللي عملتها شركة اكس بوكس على الشركة الوم اكتيفيجين بليزرد عاملة خوف لشركة سوني من ناحية انه هذا الحكي ممكن يخلي شركة اكس بوكس و مايكروسوفت يستحوذوا الاسم الكبير كولف ديوتي وبالتالي رح يصيروا اللاعبين يشتروا جهاز الاكس بوكس بس عشان اسم لعبة كولف ديوتي فلعبة كولف ديوتي صراحة نجحت انها تصير اكبر لعبة فيرس بيرسون شوتر فعليا شفناها على مدار وزمن الالعاب اللي احنا عشنا طبعا هي مبنية على جزئين اساسيات كانوا سابقا اللي هم السنجل بلاير ستوري وهو طور القصة بالاضافة الى عنصر الملتبلاير واللعب الجماعي وهلا صار في عنصر الورزون وبالاضافة الى الزومبيز يعني هاي الشغلات بس فعليا كولف ديوتي بلشت من خلال هدول المودز اللي هم السنجل بلاير كامبينز والملتبلاير وبعدين شفنا توسع لالها جزء كتير من اللاعبين صراحة بلعبوا كولف ديوتي عشان السنجل بلاير ستوريز والتجربة الفريدة اللي بتضعنا فيها في قصصها والست بيسز والتدميرات والشغلات الجميلة اللي منشوفها في المختلف الكامبينز اللي شفناها على مدار اللعبة هاي من عام 2003 الى اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله رح اشارككم في ترتيب الخاص المتعلق في انه مين افضل لعبة من العاب الكولف ديوتي من ناحية طور القصة تبعها رح يكون تركيزنا على انه القصة مش عناصر تانية باللعبة يعني ما رح اصنف اللعبة حسب جودة الملتبلاير بشكل او باخر بينما رح يكون تركيز على جودة القصة والمتعة اللي حصلنا عليها في نهاية وقت اللعب ومشان هيك اختصار الى وقت الفيديو خلينا نبلش بسم الله بقم عشر على القائمة كولف ديوتي وورد وورد تو لعبة منشوف فيها عودة الى الاصالة تبعت كولف ديوتي بعد غياب جدا طويل طبعا احي كولف ديوتي اصلا بلشت اساسة عن الحرب العالمية التانية بعدين غابت فترة منيحة صراحة عنها وفي عام 2017 شفنا عودة للحرب العالمية التانية ومسارحها في احداث رح تاخدنا مع فرقة الجيش الامريكي الاول فيرس انفنتري ديفيجن نشوف فيها بقصص بتبلش من شواطن نورماندي وبتنتهي في نهر الراين في المانيا في مغامرة جدا جميلة وشخصية صراحة مع البطل اللي هو البرايفيت ريد اللي من العفية دانيالز البطل هذا اللي احنا رح يكون معانا من اول اللعبة لاخرها قصة رح تكون جدا شخصية بالنسبة لهذا الجندي وفرقته برضو نجحوا صراحة على الرغم من انها مبنية على احداث واقعية بس انه الجماعة اعطونا ست بيسز كتير خيالية من مهمة المطاردة تبعة القطار بالاضافة الى مهمة تفجير البرج وحتى مهمة التسلل اللي بنتسلل فيها مبنى الجيش الالماني اللعبة فعليا نجحت انها تعطينا مهمات كتير رائعة وخيالية من ناحية الست بيسز اللي موجودة فيها أقب تسع على القائمة اللعبة اللي اخذت الاتجاه الجريء اللي شفنا فيه استغناء عن واقعية الجنود وتحول المستقبل القريب من ناحية انه صرنا نلعب في جنود بيمتلكوا قدرات سوبر ناتشرال نوعا ما من خلال هاي البدلات الالية اللي هم يبلبسوها الاكسو سوتس شفنا قصة جميلة جدا مع عنصر صراحة كان جدا جميل في هاي اللعبة وهو عنصر الشخصية الشرير اللي كان موجود جوناثان ايرونز نشوف فيه ازدواجيته فيه شخصية لما يكون مرة منيح معنا بعدين نشوفه كيف بيقلب مرة تانية في هاي الامبراطورية العسكرية اللي هو عاملها والتركيز فعليا على الاجندة اللي هي بتتعلق فيه موضوع تدخل للولايات المتحدة الامريكية يعني في الدول التانية وكيف هذا الحكي ممكن يرتد من ناحية تخصيص القوات المسلحة بشكل وباخر يعني فيها قصة اجندة سياسية بشكل وباخر مع مهام كانت جميلة صراحة وست فيسز كتير جميل لأول مرة منشوف العاب كورفو ديوتي بتعطينا قدرات جدا خيالية من ناحية التنقل اللي موجود فيها والجومبينج والبوستنج وكل اشي كان موجود في هاي الاكسل سوتس اللي بيعطينا اياه وحتى كان فيها مهام جدا خيالية وخصوصا مهمة الجسر كانت موجودة فعليا من اروع المهام اللي ممكن الواحد انه يلعبها يعني لعبة جدا كانت جميلة مع تغير جدا جذري في منهجية العاب كورفو ديوتي طبعا سلسلة بلاك اوبس بشكل و باخر من كورفو ديوتي بتحاول داما انها تفصل حالها عن السلسلة بشكل كامل من ناحية تركيزها على عنصر المخابرات والاستخبارات والعمليات السرية اللي بتصير بالكواليز هذا طبعا كان العنصر الاساسي لكل سلسلة العاب بلاك اوبس بتكون مبنية عليه وكورفو برضو نجحت انها تعطينا هذا الحكي بشخصيات جديدة اللي هم شخصيات عنصر مخابرات السياية بيل ورسل ادلر اللي احنا راح نكون ابطال اللعبة الاساسية راح نشوف فيها مغامرة جدا جميلة مع قصة راح نشوف بنهايتها اشي فعليا خارج عن المألوف وخارج عن كل التوقعات اللي احنا كلعبين منكون بانين كل افكارنا عليها في مغامرات راح تاخدنا بالحرب الفيتنامية وبرضو بالحرب الباردة ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي راح يكون فيها الغاز ورح يكون برضو فيها تشعب في المهام راح تكون تقدر تتخذ قرارات على حساب قرارات تانية في تجربة لعب راح تكون جميلة وفي مهمات اجمل رخم سبع على القائمة هاي اللعبة اللي بلشت بانه طلع عليها انه هي اكتر لعبة تم كرهل لتريلر تبعها لما شفنا كشف ليلو لانه شافوا انه فيها استغناء عن كل الشغلات اللي احنا كلعبين منحب العب كولوف ديوتي عشانها وهي الاصالة مبدئيا ومبدئ الجنود اللي بيقاتلوا على الارض لانه لعبة انفينيت وورفير نوعا ما اخذت الحرب الى الفضاء وهذا الحكي فعلا سوته انه راح يكون فيها مهام مبنية على قتال ما بين مركبات فضائية بالاضافة الى الجنود راح نشوف لهم مغامرات بالفضاء في زيرو جي مهمات راح يكون تخلوا من الجاذبية في تجربة كانت بالنسبة لانك لاعبين كولوف ديوتي الاول مرة صراحة هاي اللعبة كانت كتير مظلومة من قبل اللاعبين اللي ظلموها بالنسبة للتريلر بس من ناحية القصة اللعبة كتير جميلة راح نشوف فيها شخصية رايس هذا الجندي الملازم اللي في صفوف البحرية او المارينز الامريكي اللي بترقى بشكل مفاجئ بعد ما انه كل فعليا الضباط بموتوا في هذا الهجوم اللي صار من الاس دي اف نشوف مبدئيا مغامرة جدا جميلة مع شخصيات فعليا برضو من اقوى الشخصيات اللي ممكن نشوفهم في العاب كوروف ديوتي فيها كان اضافة لعناصر كتير من الشغلات الجميلة اللي كان فيها مثل الهبورد لانه اللي هو السفينة اللي منقدر يعني نتمشى فيها بشكل حر ونعمل اوبغريد لمركبتنا الفضائية ونطورها ونحدثها بالاضافة انه كان فيها حتى مهام ثانوية ممكن انك انت تعملها عشان انك انت تقطيع العناصر اساسية من الجيش اللي انت ضده بشكله وباخر فكانت تجربة جدا جميلة صراحة ومن الالعاب اللي مظلومة بحق فعليا في سلسلة العاب كوروف ديوتي نسخة اللي شفناها في عام 2019 نسخة الريبوت اللي كانت جدا تجربة محبوبة مبدئيا من شركة اكتيفجين انه نشوف فيها يعادة عمل مرة تانية لوحدة من اقوى العاب كوروف ديوتي وهي مدن وورفير القديمة في اصدار جديد مع محرك لعب جديد ورح نشوف فيها عودة لشخصية كابتن برايز في مغامرة جدا جميلة وقصة راح تكون برضو من اروع القصص اللي ممكن نلعبها ومهام برضو كتير جميلة مهمة التسلل ودخول المنزل هاي عملية الاختحام كتير رائعة صراحة ولحدها لا انا كل مرة بزهج ممكن حتى نلعبها بس بهدف التسلية يعني كانت اللعبة فعلا ارتقت بكل اشي شفناه في الاصدار الاساسي للعبة مدن وورفير في لعبة وقصة جديدة وقوية اقل خمسة على القائمة كولوف ديوتي بلاك اوبس 2 طبعا بلاك اوبس 2 كانت برضو لعبة جدا قوية من ناحية انها اضافت عناصر جديدة لالعاب كولوف ديوتي يمكن ما كانت الها تجربة سابقة وهي مبدأ حرية القرارات اللي انت بتقدر تتخذها في مهام اللعب المختلفة مع مهام سانوية يعني كل مهمة فعاليا انت بتلعب فيها بيكون في اوبشنال اوبجيكتفز ممكن انك انت تسويها او ما تسويها وهذا الحكي باثر على كيف نهاية القصة اللي راح يكون الها تعددية في النهايات يعني كانت برضو هاي تجربة جدا جديدة مبدأين احنا لاعبين كولوف ديوتي اللي متعودين على انه يكون في نهاية واحدة بلاك اوبس 2 اضافت عنصر انه راح يكون في اكتر من نهاية بتقدر انك انت توصل لها وبرضو اضافت مبدأ انه في مهام مبنية على فترة زمنية قديمة وهي الحرب الباردة وفي مهام مبنية على فترة مستقبلية في عام العشرين خمس وعشرين في احداث مرتبطة نوعا ما في الاحداث اللي صارت كان فيها عنصر الشخصية اللي احنا ضده راول مونندس اللي فعليا كان يعتبر يمكن لحد هلا من افضل الشخصيات الشريرة اللي شفناهم في سلسلة العاب كولوف ديوتي طبعا البلاك اوبس 2 صراحة اضافت عناصر فعلا كانت ثورية وسباقة لسلسلة العاب كولوف ديوتي رقم اربعة على القائمة كولوف ديوتي بدن وورفير الجزء الثاني نسخة عام 2009 النسخة اللي بلشت الحرب العالمية الثالثة ما بين الولايات المتحدة وروسيا بعد مهمة من المهمات اللي لحدها اللي يمكن هي نقطة نقاش وجدال ما بين اللاعبين مهمة نوراشن اللي بتسمحننا احنا بكل حرية ان الموت ابرياء لأول مرة مشوفها في العاف سبيرسون في تجربة كانت جدا جديدة وثورية وسباقة في هاي المهمة وبرضو كانت قصة اللعبة جميلة مشوف فيها تقويل على خطنا مع كابتن برايز والسوب اللي شفناه في الجزء السابق في احداث ومهام جدا رائع وبرضو حتى نهايتها تعتبر من اكتر النهايات الصادمة لان فيه طبعا زي ما انتم بتعرفوا كيف كابتن شيبرد قلب علينا بشكل او باخر جزء الثاني نسخة عام 2009 تعتبر فعلا من افضل القصص اللي شفناها من ناحية كل اشي شفناه من ناحية الحبكة والنهاية والخاتمة الجميلة واللي امتدت طبعا للجزء الثالث. اللعبة التالية على قائمة اليوم جزء الثاني اللي شفنا فيه لسه توسعة وتكبير وتضخيم لكل اشي شفناه في كولفو ديوتي الاصلية اللي شفناها في الفين وثلاثة. كولفو ديوتي جزء الثاني اعطانا تجربة جدا جميلة في احداث الحرب العالمية الثانية على مستوى تلات جبهات مختلفة. شفنا مهام اخدتنا للجبهة الاتحاد السوفيتي. شفنا مهام اخدتنا على جبهة بريطانيا وشفنا مهام اخدتنا من جهة الولايات المتحدة وهجومها على الاراضي الفرنسية في تجربة كانت جدا جميلة مع غرافيكس بالنسبة لها لهاي اللعبة كان جدا رائع. كانت من الالعاب اللي نزلت حتى وقت نزولها حصريا لجهاز الاكس بوكس 360. في تجربة جدا فريدة وكان حتى فيها افكس من ناحية الدخان والسموك اللي موجود فيها اللي صار هلا مبدئيا اشي اساسي موجود بكل الالعاب اللي احنا منلعبها. فكولفو ديوتي الجزء الثاني في قصتها وكل الشخصيات اللي شفناها على مستوى الجبهات الروسية ولا البريطانية ولا الامريكية كانت جدا قوية وفريدة من نوعها. رقم اتنين على القائمة كولفو ديوتي فور مودون وورفير نسخة عام 2007 اللعبة اللي نقلتنا من الحرب العالمية التانية الى الحرب المعاصرة والجنود واسلحتهم الحديثة وكل هاي الشغلات اللي خلت فعليا يمكن كولفو ديوتي هي الكولفو ديوتي اللي احنا بنعرفها هلأ بهاي اللعبة وهاي المهام وهاي القصة رائعة. ما بنقدر ننكر كيف فعليا انه مهمة كانت جدا جميلة من ناحية الاول مرة بنلعف في شخصية قناس وطريقة التسلل تبعته وبرضو مهمة المركب الاسي وان ثيرتي قنشب اللي بنلعف فيها بتسمحنا بكل حرية ان احنا نرمي هاي القذائف ونطلقهم على الاعداء بتجربة كانت الاول مرة جميلة جدا في مهام وقصة عرفتنا على كابتن برايس المعاصر اللي كنا بنعرف انه الى وجود كان في الحرب العالمية التانية شفناها المرة في طريقة وشكل معاصر باحداث وقصة جديدة مع ادراما وحبكة كانت اكثر من رائعة رقم واحد على القائمة اللي هي طبعا بالنسبة لانه يمكن افضل لعبة من العاب كولوفوديوتي لانها فعلا اعطتنا قصة حتى ممكن نحكي هنا تظبط انها تصير فيلم من ناحية انه شفنا شخصية ميسن هذا البطل اللي شفناه في الازاء التانية لكولوفوديوتي عم بفعليا بتعرض لغسل دماغ وبنشوف انه كيف يعني فعليا هاي القصة الغامضة اللي منبلش فيها احنا حاسين حالنا فهمين اشي وبالنهاية منكتشف انه كل اشي اللي احنا فهمناه طلع غلط لعبة راح تاخدنا في مهام وخابرات امريكية عبر كوبا وفيتنام ومناطق تانية راح نشوف فيها احداث كثيرة وقصة جميلة وحتى شخصيات تعتبر من اقوى الشخصيات اللي شفناهم في سلسلة العاب كولوفوديوتي ومشان هيك نسخة كولوفوديوتي بلاك اوبس عام الفين واشرة تعتبر بالنسبة للي افضل لعبة من ناحية القصة على مستوى العاب كولوفوديوتي هدول هم اقوى عشر العاب في كولوفوديوتي بكامل اصداراتها من عام الفين وثلاثة لحد هلأ فاليا هم عدد الالعاب اللي نزلوا في كولوفوديوتي واحد وعشرين لعبة يمكن حتى اكتر صراحة اذا حسبنا الاصدارات اللي شفناها على الموبايل بس بالنسبة للي هدول العشرة هم افضل العاب كولوفوديوتي من ناحية القصة اذا انت بتحب تلعب كل فيديوتي عشان القصة بلش فيهم هدول وراح تشوف فعليا كيف انه كل واحدة رح يكون لها شغلتها اللي بتميزها وبتعطيها قوة على حساب اللعبة اللي قبلها ففي نهاية هذا الفيديو بتمنى تضغطوا على زر اللايك اذا عجبكم يعني وفي حال لو كنتوا بتخلفوني في هذا الترتيب واذا شايفين اشي ممكن يكون افضل من اشي تاني بتمنى تشاركوني اياه في الكومنتز شاكل لكم واذا انت كنت مشاهد جديد لأول مرة بتشوف قناة ومحتوائي بتمنى تضغط على زر الاشتراك اهلا وسهلا فيكم مشوفكم بفيديو ومحتوى اخر بتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم